جثة في مزبلة السوق وجاء تدخل المفتش العرب الرغوي الذي كان سيحال على المعاش خلال اشهر بنهاية العام عشر والفين لتمنح التحقيق نفسا جديدا فقد طلب اعادة الاستماع الى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي وبعدما طمأنه بحضور العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بان اسمه لن يذكر نطق السجين السابق بمعلومة هامة اذ قال ان الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من خمسة اعوام بعد ادانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس كان الشاب يدعى خالد المرزغاني وعلم المحققون بالعودة الى سجله في سجن علي اموما انه مزداد بنواحي وارزازات وانه بعد ان غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في الرياض زيتون بمراكش علم الباحثون ان المرزغاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه اي في شهر مارس من العام عشر والفين توجه المحققون الى حي الرياض زيتون بالمدينة العتيقة كانت والدة خالد المرزغاني تسكن بالرقم ستة وثلاثين في زنقة الفقراء كانت المهمة التي تولى الاشراف عليها الضابط الممتاز احمد البودريسي تتمثل في مراقبة المنزل وتحركات خالد لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليها كانت ضباط الذين اوكلت اليهم عملية المراقبة قد تعرفوا الى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من ادارة السجن علي اموما بعد ثلاثة ايام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وابنائها الثلاثة منها لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج تبعه احد الباحثين توجه الى زنقة الجزارين هناك فتح باب منزل قديم لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود الساعة العاشرة صباحا واثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين ان خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده وان ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة لما خرج خالد توجه الى موقف السيارات القريب رآه الذي يقتفي اثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع سجل الضابط ارقامها كان طبيعيا ان يتم البحث في خلفيتها تم عرض ارقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد ان السيارة في ملك خالد المرزغاني وانه اشتراها قبل اسبوعين من رجل اسمه بعز المنقوش يسكن في مدينة بنجرير كان على الباحثين ان يزور المالك السابق للرباعية الدفع كان عنوانه مدونا في ملف السيارة لما قابلوه علموا منه انه باع تلك السيارة الى خالد المرزغاني بمئة الف درهم وانه لم يسلمها اليها حتى انهى اجراءات تسجيلها في اسمه سأل احد الضباط الرجل عما اذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا ام انه دفع بواسطة الشيك بحك بعزة باستخفاف وقال انه حين يتعلق الامر بشخص لا يعرفه فانما يسر على ان يكون الدفع نقدا وامعانا في التفصيل قال ابو عزة للضابط ان خالد اتاه باوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة مئتي درهم استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز احمد البودريسي وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز ان اللصوص وكانوا ثلاثة سطوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله مليون وخمسمائة الف درهم سأل الضابط الرجل عما اذا كان ما زال محتفظا بتلك الاوراق النقدية ضحك بعزة مرة اخرى قال انه تأكد من سلامة الاوراق النقدية وانه اودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الاخر في المنزل لادارة تجارته في السيارات المستعملة طلب الضابط من بوعزة ان يأتيه بواحدة من تلك الاوراق واخرج من حافظة نقوده مئتي درهم قال له انه يريد استبدالها لم يمانع الرجل دخل الى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الاقليمي مراد ابو العواطف ابلغه بما وصل اليه ثم طلب منه ان يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها اوراق المئتي درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز كانت المفاجأة كبيرة لقد صار المحققون شبه جازمين بان خالد المرزغاني واحد من اللصوص الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب صار لدى المحققين ايضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الاوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة تقرر القبض على خالد المرزغاني جمع العميد ابو العواطف في مكتبه اعضاء فريق المحققين وابقى على المراقبة لصيقة بالمرزغاني لقد بينت التحريات ان عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا ولذلك فان العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزغاني دون ان يعرض حياة اعضاء فريقه لخطر كبير لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزغاني على سلاح الناري تم تكوين ثلاث فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته كان على الفرقة الاولى التي تتكون من ستة افراد ان تحتلأ اسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزغاني في زنقة الجزارين كان على الفرقة الثانية وتتكون ايضا من ستة افراد ان تقوم بعملية المداهمة وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من عشرة افراد كان عليها ان تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في جوار المنزل تم تحديد السادسة من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزغاني كان المؤذن ينادي الى صلاة الصبح ذاك التاسع والعشرين من غشت لما اخذت كل فرقة مكانها في السادسة تماما تم اقتحام المنزل بغت خالد المرزغاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها لم يترك له مجال للمقاومة او حتى الكلام تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل لاحظ الضابط الممتاز احمد البودريسي وجود اكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي اسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل وكأن اشغالا اجريت حديثا في المكان نزع احد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد في احدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق على الفور تم ابلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الايجابية التي حققتها مداهمة منزل خارد المرزغاني انتقل العميد ابو العواطف الى زنقة الجزارين كما حضر الوكيل العام للملك وطلب حضور افراد من مصلحة الصيانة بالعمالة وصدر الامر بحفر المكان الذي بدى وقد اجريت به اشغال حديثا كان المرزغاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر وكانت تحمل عدة اثار لطعانات بادات حادة بامر من وكيل الملك تم اخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت الى مستودع الاموات لتشريحها سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي الى اخذ بصمات الجثة وتبين ان القتيل يدعى جليل العبدي وانه من مواليد مراكش في العام واحد وثمانين تسعمائة والف كما انه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن لاموما بمراكش علم المحققون انه غادر السجن عشرة اشهر قبل الافراج عن خالد المرزغاني ولاثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الاوصال في باب دوكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين تم اخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد وارسلت الى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة ان الدماء تعود الى خالد المرزغاني والحسين الخلوي وجليل العبد الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على المئة وخمسين مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا اخر ايقن المحققون ان خالد المرزغاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة لديهم الان ما يكفي من الادلة لتطويقه مر خالد المرزغاني الى الاعتراف حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا الى حيث هربه بعد ان طلق امه حكى كيف تركه للشارع ولقدره وكيف احتضنته اوساط الجريمة في باريس وكيف صار مجرما الى ان تم ترحيله الى المغرب قال انه بعد ان غادر سجن لامم كان يقوم باعتراض سبيل المرة يسلب منهم اموالهم تحت تهديد السلاح وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخلوي واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك اخبره الخلوي بانه يعرف موظفا في احد البنوك كان من الزبناء المواظبين على احدى الحانات وكان سكيرا ثرثارا وقد علم منه ان الرجل ما ان يشرب كأسا او كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من اسرار وقد علم منه ان كثيرا من الزبناء يسحبون اموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون اي اجراءات امنية ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ احيانا مليون درهم كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة كان المرزقاني والخلوي بحاجة الى ثالث يساعدهما ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي وكان رفيقا لهما في السجن وقد اشترط عليه ان لا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع وافق اعترف خالد المرزقاني بانهم لما تمكنوا من سرقة مبلغ تولى اخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه لما باشروا القسمة انقلب عليهم العبدي اذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما اشتد النقاش وعلى الصراخ نهض العبدي وتوجه الى المطبخ وكان اقوى الثلاثة بنية عاد وفي يده سكين هددهما ولكنهما تصدى ياله جرده خالد من مديته وصوب اليه طعنة قوية في البطن هوى على الارض يصرخ قال خالد انه خاف ان يفتضح امرهم فوجه اليه طعنات اخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت انفاسه لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه كان الحسين الخلوي قد اصيب في يده بجرح عميق كان يتألم يصرخ من الالم دار في ذهن خالد انه لو تخلص منه لال اليه كل المال لم يتردد وجه الى صاحبه طعنة في الظهر بعد لحظات كان قد فارق الحياة يحكي خالد انه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة مضى بها الى باب دكالة والقى بها في المزبلة بقية القصة علمتموها تم تقديم خالد المرزغاني امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العام ملفات بوليسية